طيب تعالوا نشوف. شوف ايه ده بقى اللي بيحصل هنا ده. تبهدله اهد اهد اهد. دي العصيان دي هموم اعباء مسئوليات عقبات مشاكل كل العصيان دي رمز لكل الحاجة اللي انا قلتها دي. اه شيلة تقيلة يا ميزان عندك مسئوليات كتير قوي مش ملاحق. على الاغلب دي مسئوليات في العمل. العمل للناس اللي بتشتغل مسئوليات لسلكات البيوت طبعا مسئولياتهم كبيرة وشغلوهم كتير جدا ازا ما كانش يوازي فهو يزيد شغل الراجل برضي. وانا وانا اعترف. الناس اللي بتشتغل تقيبا عايز تبح شغل تاني. تعبد خلص شايفة ان ارهاق شديد جدا جدا بمقابل مش مرضي يعني هم مش مش حاسين ان المجهودهم على قد المقابل اللي بياخدوه. فعايزين عمل الجديد وشكي في عمل جديد فعلا. اصعوا بس. انتو اصعوا وان شاء الله في عمل جديد. او هتعملوا عملية مسلا اه تاخدوا تبريد في حاجة بحيث ان تغيروا المكان بتاعكم. المسئوليات تقلة عليكم شوية. اطلبوا المساعدة يا الميزان اللي شيلة تقيلة انتو مش عارفين تشروها فعلا. لان انتو شايفين مش عارف يرفع العصيان من على الارض. دي شيلة اكبر منكم. حاولوا انه اه تخففوا الاعباء شوية عن نفسكم. اه علشان تعرفوا التامل. شايفة قدامي مش هارفع الكابتة ده لان عريانين. مش عايزين مشاكل. اه الميزان بيختار شريك. اوكي? بس شكل الاختيار ده يعني هي حاجة شكلها في اول هكده بس مش هتكمل. ده للناس اللي بتعرفوا. الناس اللي لسه في مرحلة التعارف. ليه? شايفة بعد. مش هيعجبك اللي انت هتشوفه. هتمجي. للا شكرا. مرسي بي. ممكن يكون البعض ده للناس اللي مرتبطين بالفعل. يعني مش لازم يكونوا في اول تعرفهم. انا حسيت بطاقة الكارت ان هو تعرف من اوله. بس برضه ممكن تنطبق على الناس اللي في علاقة. شايفة حد بيدور ظهره وماشي. لكن البعض ده ده اه قرار صائب. انت هل يازم تعمل كده. ليه? حاجة من الاتنين. لإما العلاقة دي بتضرك. فهو احسن لكن اتبال عنها. او الشريك محتاج يخاف ويحس بقيمة بعدك. فيبتدي يضرك اقدر. والله اعلم. ده حرمة انت حبب تنسحك. ونسحك. وقاعد بتفكر. تفكر لوحدك. الحكيم ده شخص. اه بيحب يفكر لوحده. بيحبش. مش ما بيحبش بيسمع نصائح حد. بيسمع من هنا بس ما بيستجبش بمافز اللي في جماعه فقط. اه. حبيب تفكر. انت زعلان من حاجة معينة. ونغمس جوه زاتك يا ميزان. وقاعد مستني تشوف الطرف التاني هيعمل ايه? وافتكر الطرف التاني هيجي لك جرلي. بصوا. اهو. انا اسف حقق علي. اوكي? اه. يارب يمشي الموضوع زي ما انا شايفا كده. شايفا قدامي كمان نجاح. ده وورد. انت شغال على حاجة. انت بتعمل حاجة او انت بتعملي حاجة حتى لو في البيت. سبت البيت. الراجل اللي بيشتغل. المهام اللي عندك الشهر ده. هتكملها على اكمل وجه. اكتمال دائرة. فول سيركل. حاس بفخر بنفسك. اي نعم احنا ما بنديش نفسينا الكردت ده لازم نسمعه من حد. فانا هو بس المعقولة. الشقاء اللي انت فيه ده. ده نهايته او المرضوض بتاعه نجاح. مية في المية. انت عامل حاجة ما تخرش المية. الست اللي بقاعدة في البيت بتراعي بيتها ولادها. انت عاملة شغل مية مية. مية مية. تاخد بنفسك. وحط ثقة نفسك. وانت فعلاً بتعملي حاجة معجزة. انت بعملي معجزة كل يوم. بالنسبة للعمل. اللي بيشتغل برضو في العمل ومطحون بالشكل ده. انت بتعمل معجزة كل اليوم. برافو عليكم. وحسوا بالفخر وقيمة اللي انتو بتعملوها. ما تستنوش ان حد يقدركو ويديكو التقدير ده من برد. ادول نفسكم. آآ في حالة آآ تيح اساس لشيء. انت حطت حاجة ناوي تعمل حاجة كده وحطت لها اساس. الاساس ده ممكن يكون افكار. آآ ممكن يكون خطوات بالفعل. آآ ممكن الحاجة دي تكون اي حاجة. ممكن تكون مسلا قررت انك انت مسلا حتصالي كل يوم. قررت انت حتصوم اتين وخمس. قررت انت حتطلع حاجة لله. قررت انك انت حتفيه شغل جديد. قررت انك انت حتتعامل مع اهل بيتك بشكل احسن. في حاجة انت حطت اساسها. بس لسه عايزة شغل. بس الفكرة في دماغك. اللي انت حتعمله ده. حيضيف ليك التوازن حلو جدا لحياتك يا ميزان. انت قررت يشوف طلع لك الميزان وانت ميزان. حيضيف التوازن عنك. صورة حلوة جدا زي ما انتم شايفين. شمس طلعة وبحيرة وحاجة في منتهى الجمال. يعني انت فعلا عايز الكمال. فيه ارتباط. واضح الميزان في حالة حب وفي حالة ارتباط. لكن واضح ان فيه بعد او فيه فراء بيحصل. وانت حيب ان انت كنسحك شوية وتفكر لوحدك. وده قرار صائب يا ميزان. الشريك هيحس بالغلط بتاعه هيبتدي يقرب تمام. آآ الشريك لما هيشوفك انت بتبعت وتديله دهرك. وابتدت تفكر وتقيم العلاقة هيحس بالغلط. وحييجي ويقدم اعتذار وحيبتدي يسالحك ويرجعك ده داني. آآ شلتك تقيلة جدا يا ميزان. الارهاق واضح واضح. واضح ما كيش. يعني انت فعلا مش قادر خلاص. الاعباء زي بتاعليك جدا. حاول تساعد نفسك شوية. شكلك هتدور على عمل جديد. وبإذن الله هتاعم هتلاقي عمل جديد. حاطت لأساس لشيء كويس جدا جدا. آآ باطل تاني. آآ ان بيقول لي انت مشرتك باللاجة. يعني آآ استخفر ربنا. وآآ والله يساعد حاجة. بس كده. آآ حاطت اساس لحاجة. وان شاء الله الحاجة دي حتضف لك نوازم كويس جدا عندك يا ميزان. ريتك حلوة قوي قوي قوي. تعالني شوف طائر حاجة العطفية اخبارها ايه? اوكي. الصورة راحت. طب يا جماعة معلش هو الانترنت بس حصل في حاجة. ممكن تخرجوا وتدخلوا تاني اللي الصورة عنده مش كويسة. ما نشايفة كويس. والناس بتكتب كومنس ووصلة لي كومنس عادي خالص. ها. يا دينا ربنا يخليك. ما ناسب تاني لاني بس لازم برضه اقول له حاجة. لازم يعرف ان اللي قاله ده حرام. هو اخد زمن مش انا. اه ان حد شوفيلي في حياتي ممكن اعرف مين وازاي اعرف. احمد اللي انت بتكلم عنه ده مش مش طروه خالص مقدرش اقول لك اه مين وازاي. اه الطرو حاجة فيها اجمال يعني فيها حاجات تتكلم اكتر. اه زي ما انتو عارفين الطرو ما بيقديش وقت. بالنسب تسألني امتى معارفش ما بيديش وقت. اه ما بيديش اشخاص. ولا حتى اه انا ده راجل اوصصهم لك حتى. بتبقى حاجة اه جنرال جدا. اني زي ما كرامك صاح بشكرك يا ريان. واضحة بشكرك يا هويدة قوي. يا حبيبتي يا بنيت دانتي لامارين. اه كل الابراجة قالت يا جماعة. حتتعاد ان شاء الله من ديسمبر. اه فاضلينا برج واحد بس. هو برج العقرب. ان شاء الله هنقوله بكرة او بعده بالكتير. في حقيقة ايه فعلا حصل معي ودورت على شغل كتير. طيب يا رو استمرلي. استمرتي دوري. او تحاولي تاختي حاجة تمرين في حاجة بحيث انك انتي اه تتراقي مسلا تبتدي الشغل المتكاتل عليه كده تدي يقل شوية. حبثت يا كريس. يا روحي بشكرك اه بشكرك احمد حافن جدا. اوكي انتها طوي. يا ربنا يخليك يا دينا. فانا والله يكلمك صحة بتاعياتي. ليه نورهان ده رايتكو حلوة قوي. ايه. اما ازيك يا اما اما كمان دي صدقتي. ازيك يروح قلبي. بوسة طبعا ليكي. بشكرك يا لوعة قوي 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 قوي. احكيك عن الحوت روان انا حكيت عن الحوت الشهر ده. حبثت يا ولاء بشكرك قوي. اه اه اتكلمت عن الحوت الفيديو مسجد ما عبود في الصفحة. ادخلشوا فيه. كانت قرية برضو متميزة جدا تاعة الحوت. اه طيب. يولا نشوف الحالة العطفية. بسم الله الرحمن الرحيم. الميزان عطفي شوية على فكرة. الميزان عطفي. الله يا سيدي. حلوة قوي قوي. طيب. الميزان اه كوين اف كابس. ابتدى يقايم العلاقة بعقله. ده اه منحي العطفة خالص. او حاسس انه مش وقتها. دلوقتي انه هو يقايم العلاقة بعواطف خالص. منحي العواطف وبيفكر بعقله. وقاعد واخد حذره جدا جدا. اه. نفسه العلاقة تكون بالقوة والصلابة اللي هو رسمها او متخيلة. بس عايز ضمنك يا يا ميزان العلاقة فعلا قوية. ممكن تكون بتمر بمرحلة فيها شوية اه تغيير او اي حاجة من الحداد دي. اه. لكن هي فعلا قوية. شايف شركك ازاي? انا شايف انه هو يمكن سلبي شوية. يعني قاعد ما بيعملش حاجة. اه انت بتعمل كل حاجة شايف ان انت شايف مسئولية اكتر منه. انت بتدي اكتر منه. وهو مش حاجة سنيحة سلبية. بس عايز اقول انه مش مدي نفس الحاجة. مش مدي لك الميزان. ميزانك مش مزبوط. وانت كل حاجة عندك بميزان. الميزان عندك مبوزهولة. مش مدي لك اللي انت محتاجه. فيه بقى هو عايز ايه? شريكك عايز ايه? هو شريكك شكله مش عارف يعملك ايه? يعني هو بصص على كرة كده اعمله ايه? انا مش عارف اعمله ايه? هو مش فاهم. نفسه يعني نفسه يهديك ويروضك. يعني مش يروضك بسه. اه دي حبيبي ايه ده انا كويس والله انا معاك. انا بس مش عارف اعمل لك ادي لك اللي انت عايزه. بس انا بحبك انا ومش عايزة بعد عنك. ونفسه يعمل لك كل اللي انت عايزه. بس فهم يعمل ايه? تمام? شايفك بتتغير بتتحول. بصوا هو بتغير خالص عليه. بتغير عليك. اه والله يا ميزان شايفة انه ما بيش داعي خالص. الطاقة ما بينكم بصوا الجمال. انا شديد كارتين عشان اتأكد. بصوا الكارت الاصفر منور ازاي. وده بيدل على الفرص. انت وعلاقتكم مليانة فرص. يعني كل لما تحصل بينكم مشكلة بتدوا بعض فرص. والحياة بتديكم فرص. اه وكمان معافاة. معافاة وصحوة. لو كانت العلاقة دخلت في حالة ركود مسلا. ابتديتوا مسلا تميلوا. وده شيء طبيعي جدا بيحصل في كل العلاقات كل يوم في كل حتة. ففي معافاة فيه صحوة كده اتحصل ان شاء الله. بصوا ده اللي بيأكد لان كمان اكد لي المعلوماتك. اول حاجة هنا في عطاء بقى. هنبتدي نبدي شوية. في عطاء. افتكر العطاء ده هيبتدي بنى الشريك لو قراءة المرموء اللي حالة العامة انطبقت فعلا وانت بديت لشريكة بالظهر. وهيبتدي هو يجري ورقك. وهيبتدي هو يصالحك. وهيبتدي ادن حاجات. اهو. بصوا. هيبتدي يبدي لك حاجات. مرسية عمر جدا. وهنا حب مشاعر جديدة. هتبتدي تدخل جويك. وابتكر انت هتستجيب يا ميزان بسرعة جدا. للتغير ده. وللمبادرة اللي هيعملها الشريكة. وهتبقى فرحان بيها جدا. وزي ما تقولوا حبكو هتولد من جديد. كأنكو بتشوفوا بعض الاول مرة. وبتحبوا بعض الاول مرة. وحاجات منتحي الجناد. الناس المستنين اطفال. ده كمان كرت الاطفال. ممكن ان شاء الله يحصل حمد الشهر ده. وهيدي تاني. وهيقدر هيستمر الشريك في انه هو يدي لك اكتر. وانت كمان تقريبا انت كمان هتديله انت كمان وعلاقتك زي ما قلتلكم. اه. عايز استلف ولا عايزة حاجة ايه بقى دي عينيه? فيها كرص كتير كتير مليانة كرصة. العلاقة حلوة قوي الميزان. والصراحة شريك الميزان لازم يكون اه يعني يحس ان هو محظوظ قد ايه محظوظ ان هو مع ميزان. الصورة فيها حاجة فعلا. ولا كده زبطت اه ده هي الكاميرا مكاتش نضيفه. ايه الكومنتات رحت فين? الكومنتات رحت فين? حد يكتب كومنت كده جمعا? طيب اربع ايه بعدين? اوكي. الكومنتات هو اكتب. حد يكتب كومنت كده? هو الانترنت شغيل كويسة وهو ما اللي حصل. طيب انا هكمل قرية. ان شاء الله هي هترجع لوحدها. صحيح يا جمعاني انت شايفة كومنتات هو خالص. ولا او راشد حد بيز يقولي الصورة حلوة وكله تمام. طيب انا مش شايفة كومنتات ليه لولو. انت شايفة كومنت? مش شايفة كومنت خالص. سويني كده? انا هكتب اي حاجة?